اشتركوا في القناة الذي يؤجر من ترك التدخين لله لأنه تركه امتثالا لأن الله حرم كل ضار والدخان ضار اليوم الإحصائية اليوم التدخين مسؤول عن مقتل مئة مليون شخص في القرن العشرين اليوم الإحصائية نشرت التدخين مسؤول عن مقتل مئة مليون شخص في القرن العشرين قد قرر 21 الله أعلم وإعلانات شركات التدخين والمراهقون الذين يقبلون على التدخين وازدياد نسبة النساء في التدخين والشيشة والمعسل يا جماعة يعني إن لي جسدك عليك حقا يعني أنا رأيت منظرا مرة في الحج والله تعجبت منه واحد وضع الكمام في الحج حاط الكمام لأجل عوادم السيارات لأنه ماشي من الحجاج الماشيين بين السيارات ومعروف السيارات فيها عوادم فهو حاط الكمام وماسك السيجارة ويشيل الكمام ويدخن ويرجع الكمام ويشيل الكمام ويدخن ويرجع الكمام طيب أنت ليش حطيت الكمام أصلا يا أخي أنت مو حطيت الكمام على أساس ما تدخل هذه الروائح هذه السموم إلى الجسم طيب فإيش اللي حركة هذه تناقضات في تصرفات بعض المسلمين تشعر الإنسان أنه يحتاج إلى مزيد من الدين ومزيد من العقل وإلا كيف يعني يفعل هذا طيب الآن واحد مرض ترك التدخين قال الأطباء له لو دخنت رح تموت أنت الآن عندك أزمة قلبية والتدخين هذا وإذا كان فتركه هل يؤجر؟ لا إذا كان فقط تركه فقط لأجل خوفا على صحته فلهما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني وقعت عند الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فمن ترك الدخان لله فهو مأجور ومن تركه للصحة فهو لما تركه له فلماذا لا يرتقي المسلم بهمته يترك لله؟ يا أخي نحن نفعل لله ونترك لله ونعطي لله ونمنع لله ونحب لله ونبغض لله هذه مقتضيات الإيمان ولذلك نقول ارتقي بنفسك يا أخي حتى لو أصابك المرض واجعل إذنية لله واستفادة الصحية تابعة تابعة يقول صلاة الجماعة طيب الآن حديث الأعمى والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص له ليأتي المسجد لما قال دعاه لا أجد لك لا بد أن يصلي في المسجد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فهو حرق عليهم بيوته يعني همه همه بهذا هل يمكن يحرق بيوت على ناس يعني ما تركوا واجب ولا فعلوا محرم بس كذا يحرق عليهم بيوتهم تحريق البيت عملية سهلة حرق بيت بيت حرق بيت عملية سهلة واركعوا مع الراكعين من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وين العذر ثم يا أخوان حتى لو كانت صلاة الجماعة مستحبة كما يقول يعني يعني هؤلاء هل المسلم غني عن الحسنات أليس ينبغي علينا أن نغتمل معمرنا في كل فاء في كل شيء يعود علينا بالأجر لماذا الزهد في الدنيا ثم لماذا الزهد في الدين والإقبال على الدنيا ثم إنت الآن الجو العام هو جو تفريط ولا جو نشاط في الطاع على مستوى الأمة الإسلامية فما هو قصدك بتزيد الناس في الأجر يعني ما هو قصدك أنا تعجب أحيانا لبعض من يسمونه دعاء يخرج على الشاشة ليقول عن الواجب مستحب وعن الحرام مكروه يا أخي أنت ماذا تريد أن تفعل بالناس يعني يعني أنت شايف الأمة الآن في أوج الإيمان وتبقى تخفف أم أن الآن المستوى هابط يعني المعاصي منتشرة الواجبات متروكة عند الكثيرين ومحرمات مفعولة عند الكثيرين فنحن الآن نحتاج نشحذ الإيمان ونزيد الهمة تروح أنت تقول وقالة وقاوة ما هي المصلحة يعني من يعني الإصرار على هذا الأمر ما هو ما هي المصلحة فيه والله لو نقاش بين علماء ونقاش بين طلبة علم ونقاش علمي ما شيء ممكن نولد أدلة لكن أنت مع عامة جانس مع ناس في المسجد يقولهم يا جماعة صلاتكم في المسجد هذا ما هي واجبة وهي مجرد مستحبة وترى أنتم ما يجب عليك يعني ما هذا النفس التثبيطي وعند عامة الناس الذين يحتاجون إلى الارتقاء بالإيمان والله عمل ما في حكمة زوجتي تقصر في الصلاة يا أخي الصلاة خطيرة جدا لابد يعني فعلا أنت أنت مستشعر الخطر أنت لما سألت يعني فعلا واضح من كلامك استشعار الخطر والمرأة تحتاج إلى هزة قوية جدا هذه المرأة لابد يعني أشوف عظوهن الوعظ يعني أولا الوعظ ونحن أحيانا نهمل في وعظ الزوجات يعني نلجأ أحيانا الضرب والهجر طيب الوعظ أولا الوعظ فن يعني تحريك القلوب إرادة القصص المؤثرة الأدلة النصوص من القرآن والسنة هذا الوعظ هذا إحياء القلب إحياء وعظ الله في النفس للأشياء التي تزيد إيمان الزوجة الزوجة نريد أن نزيد إيمانها حتى تصل لمرحلة أنها تحافظ على الصلاة فلابد نعمل عمل مكثف الآن نعطيها مهلة نعطيها مهلة بعمل مكثف الوعظ لعلها تعود إلى الله وتصلي وأما إذا أصرت على ترك الصلاة فلا خير فيها خلاص ترى حق الله على الرأس مقدم حق الله مقدم قبل حق الزوج وقبل وقبل ولذلك فإنه لابد من الاجتهاد عليها ونسأل الله أن يهديها طيب الأخ عبد الله من ليبيا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام طيب وبركاته يا أستاذ الفاضل أنا صاحب محل نعم وانطلع الزكاة برمضان بشهر رمضان الفضيل جميل بس الناس التي تسمع به وانطلع الزكاة بجوني ما نعرفش يجوني ناس ما نعرفش إن هما يكونوا محتاجين أو غير محتاجين متسولين مرات بعد اللحظة طيب طيب هل حين حكم الإسلام أنا مرات يجيني حد يحلصي يقولي أنا محتاج ما عنديش وبالنسبة للحالة في ليبيا تقول معظم الناس حالتها كويسة وما نعرف إذا كذا بتحطها في مكان مناسب أنصحنا الله يبارك ليك يا حضرة الشيخ أبشر تقولنا المكان المناسب اللي نحطه في مكان المناسب سامت كيف إن هذا زكاة وموسع عليها رب العالمين معناها أنبه تنصحنا الله يرض عليك جزاك الله خير على هذا الشعور جزاك الله خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة